السلام عليكم اهلا بكم في قناة يوميات اولاد رجب اغا والنهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة كده في ثواني يعني افضل التسليات السهلة السريعة الشتوية يعني من افضل التسليات اللي انا بحبها يعني وعلى طول بعملها الاولاد في الشتة افضل تحلية وتسلية في ثواني ممكن تعملوها كاسة من الحليب ومعانا كاسة من الفشار هو ده حلقة النهاردة او فيديو النهاردة ومش هياخد من وقتنا كتير يعني في ثواني كده هنعمل احلى تسلية شتوية لولادنا بينبستوا منها جدا والطعم هنا جميل جدا لان ميكس كده يعني الطعمه حاجة كده فوق الرائعة طبعا هنا يعني قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا ياريت ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله وشايفين المقادير بتاعتنا مفيش ابسط منها كاسة من الفشار وكاسة من الحليب وهنبدأ على طول شغل فيهم طبعا قبل ما نبدأ نبدأ كده بالصلاة على النبي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ونروح كده على طول بقى ونشوف خطواتنا هنعمل ايه مع بعض طبعا هنكون مجهزين الحليب بتاعنا مش سخنه خالص يعني غليينه او اي لبن بنستخدمه خليد دسم براحتك هننجيب كاسة قد الفشار قد اللبن سواء هنعمل كوباية او اكتر الكميات بتاعتنا قد بعض وناخد كده كاسة الفشار ونروح بيها على النار في الحل اللي احنا هنقدم فيها او هنعمل فيها مع بعض مش ياخد معايا وقت خالص وفعلا من احلى واسهل التسليات اللي ممكن تعملوها في الشتا كده وحنا قاعدين بالليل بقى في ليالي الشتا الجميلة دي بيحب اعمله جدا للاطفال وبيعجبهم اوي يعني مفيش اسهل من كده طبعا هنزل بكاسة الفشار ونزل عليها بحوالي معلقتين اتنين من الزيت طبعا اوطي النار مش هعل النار اوي على الفشار بتاعي وغطي عليه كده هيبتدي طبعا هيترقع معايا ويتعمل كله فشار بالشكل ده طبعا انا واقفة جنبه مش هعمل اي خطوة تانية لما خلص الخطوة دي خطوة خطوة مع بعض هنطلع فشار جميل جدا خلاص كده بدأ كله يتعمل معايا ويتطلع خلاص الفشار بتاعنا كده جهز وخلص نركنه بقى ونيجي للخطوة اللي بعد كده مفيش اسهل من كده طبعا هجيب التصب بتاعتي او الحلة زي ما هتستقديمي هاتي معايا طبعا هنا كباية من السكر مقديرنا ومكوناتنا تبقى قد بعض فشار قد اللبن قد السكر مع بعض واحدة واحدة هو سواء هتعملي كباية نصف اثنين كبايتين اللي انت هتعملي كباياتي كلها قد بعض هنزل بقى كباية السكر بتاعتي على النار متوسطة كده معشان ما يتحرقش مني هنا هنعمل كراميل واهم حاجة بقى ان احنا نعمل الكراميل بتاعنا ما نخلهوش يتحرق عايزين اللون بتاعه الجميل ده مع بعض براحتنا خالص موطين النار وإدينا فيه ومن يعني ما نبهدلش الدنيا يعني براحتنا خالص ولا نحرق حاجتنا ولا نبهدل نفسنا اه بالراحة خالص مع بعض هيطلع معانا الكراميل جميل جدا وهقولك بس ثواني هنوصل لحد ايه بالزبط واندي في الحليب وهنا الطعم فعلا ميكس جميل كده يعني مع الحليب مع السكر مع السمنة ما شاء الله بجد لوصفة طاعة النهاردة على قد ما هي سهلة وبسيطة باستعماها جميل جدا ومميز ونكهة جديدة يعني من افضل من افضل التسليات اللي انا بحبها فعلا يعني اي حاجة مسكرة من هواياتي اوي لان السكريات الجسم بيبقى محتاج سكريات كتير واوقات في الشتة ما بيبقاش عندنا طاقة ولا جهد ان احنا نعمل حاجة من السقعة دلوقتي احنا تسليها سهلة وسريعة بعملها في ثواني ما تاخدش معايا وقته خالص خلاص كده عملنا الكراميل بتاعنا وفك كله بالشكل ده طبعا ادي فيه عشان ما يتحرقش مني خلاص لقيته خلاص صح كله وصلت للدرجة دي يكون معايا بقى كتعة من الزبدة او معلقة من السمنة اللي موجودة عندك استخدمية كتعة صغيرة كده انزل بقى على الكراميل بتاعي بمعلقة السمنة اللي عندي خلاص منزلش بقى بالحليب اللي لما السمنة بتاعت تسيح طبعا معايا كباية الحليب زي كباية الفشار اللي احنا حطناها في البداية انزل عليها كده تدريجي مش هنزل بالكباية كلها مرة واحدة لانه بيتفاعل وممكن يفر ويقع ويبهدل الدني بالراحة واحدة واحدة وإحنا واقفين شوية شوية وبعدين اخلص كل الكباية اللي معاي خلاص كده تانين اقلت بقى فيه على النار اهم حاجة هنا ان انا اخلي الكرام البتاعي يعني ابخر كباية الحليب اللي انا حطتها يعني عايزاها اخذ الطعم بس مش عايزة الحليب ده اتنيني طبعا على النار كده لحد ما لاقي كمية الحليب بتاعتي كلها ما عددش باينة والكرامل بتاعي رجع تاني زي ما كانه واخدين بالكو ونقلب بقى براحةنا كده لحد ما وصل للدرجة دي خلاص جهز معايا جيب بقى الفشار بتاعنا وبالشكل ده انزل عليه على طول وقلب بقى باستمرار اخلي الكرامل يغلف كل الفشار اللي معايا يتغلف كده بالكرامل طعم بقى هنا جميل جدا ونكهة مميزة كده يعني نكهة الفشار مع الكرامل مع الحليب مع السمنة نكهة جميلة جدا يعني ميكس كده الطعم في النهاية رهيب شايفين الجمال واللون ده يعني باسم الله ما شاء الله عليه بجد مش عارفة وصفة لان هو فعلا جميل جدا ابتدي بقى قدمه بالشكل ده استنى طبعا عليه يهدى شوية عشان الكرامل بيبقى سخني جدا وممكن يلسع الاطفال وبيبقى لسه طار شوية لحد ما يهدى يبرد هتلاقيه بقى نشف ومقرمش وبقى معانا جميل جدا وبالفهنة وصحة يعني الطعمه هنا فوق الرقع بشوية طبعا اللي بيحب السكريات ومن هوياتهم السكريات كده زي هينبستوا منه جدا وبالذات الاطفال يعني بيحبوا جدا وما استنوش علي اصلا انه خلص تصوير وجمخدوا مني طبعا ومشيوا بالفهنة وصحة ليهم والكل اللي هيجرب الوصفة الجميلة بتاعتنا دي على قد ما هي وصفة سهلة وبسيطة وسريعة كمان في نفس الوقت بس بجد من احلى ومن اسهل التسليات اللي انا بحب اعملها في الشداء على طول يعني ما خدتش معايا وقت خالص وطبعا يعني احنا بقى نغير بقى ونجدد كده من افكارنا والاطفال بيحبوا التجديدات والحاجات دي احلى بقى من الفشار والحاجات اللي بيشتروها منبرة النهاردة تسلية سهلة وسريعة خالص عايزين كل يعملها ويجربها وتقولولي رأيكم فيها لان هي فعلا بجد جميلة جدا وتستهل التجربة ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم وطبعا هستنى منكم تعليقاتكم الجميلة ويريت ما تنسنيش في اللايك والشير لو اول مرة تشوفي القناة يرييت ما تنسنيش في اللايك والشير سبسكرايب لقناتي عشان يوصل لكل جديد مني وشكرا طبعا لكل اخواتي وحبايبي اللي على طول منواريني بتعليقاتهم الجميلة اللي بتفرحني دي طبعا كل مرة بحب أشكرهم وقلهم الف شكر لكم على كل تعليقاتكم الجميلة اللي بتبسطني دي وبتخليني أتحفز وأقوم أعمل لكم فيديوهات أحسن وعمل فيديوهات تانية أكتر وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة ويرب يكون عجبكم وما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب مع ألف سلامة وبحبكم في الله أحلام طبعين ومعجبين في الدنيا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر